أخيرا قرر الناخب الوطني جمال بالماضي مواصلة المسيرة مع المنتخب الجزائري بعد خيبته التأهل إلى مونديال قطر وبعد الكلام الكثير الذي دار حول رحيله بعد الخروج من الدور الأول في كان الكاميرون وعدم تمكن الكتيب من التأهل المحفل الكروي العالمي بقطر وفي حوار له لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم تحدث مهندس 35 مباراة بدون هزيمة عن عديد الأمور نذكره منها قال المسؤولون رفضوا رحيلي ولا أعتبر ما قمت به عبارة عن استقالة قمنا بتقييم ودون شك سيكون هناك تدعيم للتشكيلة قادرون على العودة بقوة رغم خيبة التأهل إلى المونديال قيادة المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة بالنسبة لي ضرورة التسلح يقول بالماضي بالطموح والإرادة لتحقيق الأهداف المسطرة وسنجعل المجموعة أقوى سواء فيما يخص التشكيلة أو أفكار التدريب قصى ما كان رجل لقاء الجزائر كاميرون بقرارته الخاطئة التحكيم كارثي في أفريقيا ونددت بذلك في عديد المناسبات التحكيم في أفريقيا عندما يتعلق الأمر بالمباراة الحاسمة يصبح سوك خبر مواصلة جمال بالماضي تدريب المحاربين تفاعل معه الجمهور الرياضي الجزائري الذي طالب في تغيير فلسفته من أجل العودة إلى المجد من جديد وجاءت التعليقات متباينة هنا تعليق يقول صاحبه تبقى دائما وأبدا كبيرا يا كوتش أنت وزير سعادتنا لن نتخلوا عنك ما حينا أرفع راسك أنت بطل وستظل كذلك رغم المكائد والخطط لا تستسلم نحن معك رأي مخالف نجده عند عثمان الذي كتب أكبر خطأ من الاتحادية سيكون التجديد لبل ماضي لأنه لم يعد يستطيع أن يقدم شيئا للمنتخب فقد الشيء لا يعطيه إليكم ما قاله بن علي تعليقا على بقائب الماضي هذا أمر جيد لكن مع تصحيح بعض الأخطاء وبعقلية جديدة هي الأحسن والأجدر هو من يلعب ولا لتفضيل الأسماء بل العطاء داخل المستطيل الأخضر هو الفيصل خليفة يشارك برأيه وأوضح من المسؤولين القلائل الذين تمنى الشعب بقاءهم رغم فشله مرتين في كأس أفريقيا وتأهل إلى كأس العالم بقطر محمد ضياء يوجه نصائح لبل ماضي وكتب لكن عليه تصحيح الكثير من الأخطاء التي قام بها منذ التتويج بكأس أفريقيا بمسر سنة 2019 هنا تعليق لعصامي قال فيها الاستمرارية وتدارك النقائس والاختلالات المسجلة سابقا حاليا لا يوجد أحسن منه للمنتخب الوطني الأجانب غير مرغوب فيهم وليس لديهم روح الانتماء والولاء للوطن رأي مخالف نجده عند عبدو حيث كتب للتذكير فقط جمال بلماضي لم يحقق الأهداف المتفق عليها عند إمضاء عقده وهي الوصول لنصف نهائي كأس أفريقيا 2021 بالكاميرون والتأهل لنهائية كأس العالم 2022 ولهذا يمكن القول إنه فشل في مهمته الأولى ونختم بتعليق عبد الرزاق الذي دون تعليقا على منصة الفيسبوك جاء فيه يستحق أن يبقى إلى سنة 2030 حتى وإن لم يكن أو حتى وإن لم تكن النتائج فالرجل حقق كأس أفريقيا و35 مباراة دون هزيمة في وقت سابق كنا نحلم للتأهل فقط لكأس أفريقيا وكان الوصول إلى الربع النهائي هدف الاتحادية وتأمل الجماهر الجزائرية في إعادة جمال بلماضي في بتا المحاربين قريا ودوليا ابتداء من مباراة أوغاندا ضمن تصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 نضع الثاني بعد الجنكل